مباراة ودية السويد والجزائر يوم السبت 19 نوفمبر بمالمو قبل البدء فضلاً اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدين كذلك لا تنسوا إعجابكم بالمقطع لأن الإعجابات تساعد هذا المحتوى على الانتشار بشكل أكبر وحسب الموقع الإلكتروني الإداءة الجزائرية كرة القدم مباراة ودية السويد والجزائر يوم السبت 19 نوفمبر بمالمو وكتب الموقع الإلكتروني الإداءة الجزائرية يواجه المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم ناظره السويدي في مباراة ودية يوم السبت 19 نوفمبر القادم بملعب إليديا ستاديوم بمالمو على الساعة الثامنة ونصف بتوقيت الجزائر حسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف هذا العربعاء في بيان لها على موقعها الرسمي وأوضح بيان الهيئة القروية ما يلي في إطار نافذة الفيفا المقررة ما بين 14 و20 نوفمبر 2022 يواجه الخضر في لقاء ودي المنتخب السويدي بمالوم يوم 19 من نفس الشهر بإليديا ستاديوم الثامنة ونصف وفشل المنتخب السويدي المصنف في المركز الخامس وعشرون في ترتيب الفيفا الذي نشر يوم 6 أكتوبر الجاري في التأهل لمضيال 2022 بقطر 20 نوفمبر 18 ديسمبر على غرار ناظره الجزائري وسيلعب منتخب السويدي قبل مباراة الجزائر مباراة ودي أخرى أمام المكسيك يوم الأربعة 16 نوفمبر بملعب جيرونا بيسبانيا وصرح قائد المنتخب السويدي جان أندرسون للموقع الرسمي للاتحاد السويدي قائلا يحضر المكسيك لمونديال قطر والجزائر هي إحدى المنتخبات القوية في إفريقيا ستكون المبارتان جيدتين كما ستكون أول مباراة وديا بمالمو ستكون الأمور ممتعة وصابق للمنتخب الجزائري أن وجه ناظره السويدي في أربع مناسبات حيث تعود الأخيرة إلى التسعينات بالجزائر والتي انتهت بالتعادل واحد لواحد وسيتم الإعلان عن قائمة المنتخب السويدي للمبارتان المذكورتين يوم الثلاثة 8 نوفمبر ويبقى رفاق قائد الخضر رياض محرز مانشستر سيتي الإنجليزي على فوزين في مباراتين وديتين أماما على التوالي النجر واحد صفر ونيجيريا اثنان واحد لعبتا يوم 23 و27 سبتمبر الماضي بالملعب الأولمبي ميلود هدفي بوهران وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية المقطع لا تنسوا للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر